تحياتي لك وتحياتي لكل ديوفك الكرام معي الان الكابتن ميمي عبدالرازق المدير الفني فريق سموحة كابتن ميمي مبروك على الاداء المشرف النهاردة اللعيبة بس بس كده 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 الاداء المشرف دربتين جزاء ماشي وزي كان هو بيعمله الوضع دو بالنسبة لهم لا نادي سموحة نادي كبير ومش نادي هافية خلاص كله بقى هي كل حد يحترم نفسه لان اللي عملها مش عملت بالصوت في ضرب الجزاء والجلق اولا اوف سايت تمام فاحنا قعدين سكتين بنلعب اداءن والكلام ده باش هنقعد بقى نقول بقى انديها وانديها وانديها لا ملكعينش بكعينين مع العلم انا بعتزل لحكم بتاع المدش اللي فات بتاع الغندور لانت ضربتين الجزاء وتمش ضربتين جزاء ومضربتين جزاء انما المرادة قدام كل الناس والاستوديو يقول هزا الكلام ماكلمش على حمله على حاجة وبنلعب احنا قديين والكلام ده انا ما ينفعش الكلام ده عيب راضي على النتيجة نهارده كابتن مش راضي لا يا راضي على نتيجة ازاي مش راضي على الحاجة التعادل مع الاسماعيل على منعابه النهارده ما انا ما يخصنيش انا بلعب انا معايا فرقة كبيرة وبلعب ماتش انا بلعب حطول ماتش وانسايد جيم وانت شفت المنزر اللي عمله فين الفرقة شفنا التغييرات الهجومية النهارده اعتدد دفع بهاني العجيزي نهارده ده تغيير هجومي وكان فيه الدفع برضه وكان ممكن بعمر بسام انا ما انا باعمل لعلينا لا حضرك هلعب بعد 48 ساعة احنا شايفينك طبعان في المباراة انا لعب بعد 48 ساعة عادي ما عنديش مشكلة تمام يعني انا لعب يوم الاتنين عادي دي مش ففيش مشكلة فيها لان احنا بنحترم الراجل اللي هو اللي تعبان قوي في لجنة المسابقات تعبان جدا انا ما النهارده انا بقى مش هبقى الوضع كده يعني انا للماتش اللي فات انا بعتزل لكابتن الغندور على الهوى لكابتن سيفلان ما تفرجت على الماتش بعد كده لدربتين جزاء لدربتين جزاء لدربتين جزاء تقت ايمن اشرف والكرة الاخيرة اللي في اليد زي بتاعتك بالنسبة لك ما عرفش ما عرفش لين الموضوع كده مش هتكلم على الحكام انا اداء الفني لعبنا وعملنا كرة والكلام ده وبتاع بس اقول لك ايه انا اسموها مثلا مش عمال بحاول اكثر حد التعدلات بس سلسلة التعدلات الاخيرة بحقق الفريق رأيك ايه ما عاني بك احلمك اهو حضرك انا كل مباراتي كده انا كل مباراتي كده يعني كل مباراتي بالعب وبهاجم اللي دانسل في السيديو بعدل مع امبي والدخلية والانتاج ما عاني التعدل مع الحضرك بتعدل برا انما اكسب جوه انا راح مني بغاية دلوات اربعة بونط اللي هما الانتاج ومطش حرس الحدود اللي هو المنطق يقول اللي انت تكسبهم في ملعبك تمام انما النهاردة انا باعدل يعني النهاردة الحمد لله انا باعدل بالفرقة مع الاسماعيلي انا عارف الاسماعيلي فريق كبير وكلام بس انا احسن النهاردة انا احسن النهاردة يعني انا احسن شايف الفرقة محتاجة تدعيم يعني اسمعنا اني فيه نية لاستكتاب ابراهيم صلاح احمد ميكي لا هما دارة نادي الزمالك متايق للناس محترمين طبعا نستاذ المشار المرتضى ذا راجل محترم وراجل بيساعدنا ونادي اسموها معاه متاعقل هم يعني متهمسكين لهم احتمال اكبر متهمسكين بيهم انما حنا كان يعني يعني اني بقى ساعد لما هما يجوا عندنا انما هم متهمسكين بيهم في نية لاستكتاب احد اللعبين احنا دخلنا في المقافضات دخلنا في المقافضات انما هم متهمسكين بيهم لا لا acompan enquanto لا WWW اه في ان في دائمين فيه اتنين لعيبة جايين بكرة بإذن الله يبقوا موجودين معنا الباش مهندس خلصهم وفيه مهاجم إفريقي وفيه لعيب ديفندر إفريقي برضو بالنسبة لنا في حدود الأربع لعيبة ولسه نشوف الخامس بإذن الله نشكرك كابتن بالتوفيق متشكري متشكري كابتن سيف ده كان لقاءنا مع الكابتن بيمي عبد الرازق المدير الفندي لفريق سموحة الكلمة إليك الآن تفضل